السلام و شارعكم و شارع تكونوا كامل بخير اليوم ما جارتي احتعلمني نفتل البركوكس انا وياكم و الوصفة تاعة و يعني انا ريدرتها انا طيبته هي فتلاته و انا طيبته صراحة اول مرة شفت كيفاش يفتلو البركوكس قدامي مرفت فتلو تبعته لي واجد اكتر من رائع بزا فبنين ما عنده حتى علاقة مع البركوكس لي تبع برا والاهم من هذا الساهل ماهل في 15 دقيقة كان واجد والطيبوه مباشرة ما يتعجن ما احتحاجة ما يتنفخ ما والو يقعد كي ما راهو وبالخفة طيب 10 دقائق يكونوا واجد تابع معي الفيديو للاخر حكذا يباش تشوفو كامل المراحب اول حاجة ترتها جابت سميد الرطب و جابت هذا يا غربال ولا سيار رقيق و سيارتها داك سميد هنا لا كنت تتع سميد ما يهمش يعني ديرو كما حبيته مشي لازم تكيلو ولا توزنو لما هنا انا كيلته وبرك من بعد عرفت باللي مشي لازم كامل تكيلو شوفو هنا يا كين 4 كيلات حنخدمو بالكيلة نخدمو اللولانية فعلا خلت كيلة سميد هنايا و جابت هنايا نصف كيلة تعطعام متوسط يعني المرة اللولا بركة رح تفتلو بالطعام بش يجيها ساهل اول ما هذا وش فيه و لا تقدرو اه اه ديرو في بلاس تطعام تشيشها يعني السميد هلك الخشين بزداب ما بالطعام يجي بزداب ساهل شوفو كش را يدير رح يترش هكذا يا فطعام و تدخل هدك السميد الرطب غير بشوية شوفو رح يتدور و كل ما تجي حتولي تجبد معها شوية سميد الرطب بزداب ساهل يعني عمريلا كنت نتصور بلي البركوكس هكذا ساهل كانت دايما مسكينات فتلو تبعتولي واجدن طيبه مباشرة النهار ضقتوا عندها مزد شريط البركوكس تعبرها ما عنده حتى علاقة مع تعبرها وديو ما لازم كامل تتعلمو تفتلوه شوفوش حل ساهل هنا يا اشقف و تحسو برك يدكم هكذا يا دك السميد نشوف معاكم زيد ورشو غير بشوية برك ما لازمش كامل يكون مشمخ شوفو كيفاش بداي تكور هنا يا جابت الخراج تاع الطعام هدا يا واسمو الخراج تاع الطعام لازم لكم زوج غرابل يعني مهمين هدا يا اللول الخراج تاع الطعام والتاني دوكم بعد تشوفوه معايا تاع البركوكس ديقة كتامو هدك واسمو تحل بركوكس هنا يا تغربلو مليح شوفو وتنحي كامل هديك الفطلاء هديك يعني الرقيقة هديك كامل تتنحى هديك ما تحقوهاش يعني سر من اسرار ناجح البركوكس يعني اشقف وتغربلوه وتنحو هديك الفطلاء هادية تحتاجوها كي تزيدو يعني العملية من اول وجديد يعني تعاودو تفتلو بركوكس واحد اخر ما تديروش طعام تروحو تديرو بالفطلاء هدي ولكنتو ما تحتاجوهاش قادلكم خبيوها في الكونجيلاتور وكي تجو تعاودو تفتلو خدمو بيها مباشرة يعني ما تديرو لني طعام لني تشيشة هنا يا غربلاتو في الغربال تاع البركوكس شوفو وادوك الحبات اللخشان هاقدة قعدو تتغربلو فيهم واتضغطو عليهم حتى يحبطو كامل باش يجيكم كامل على حبه شوفو او بداء يولي بركوكس قادلكم هنا ما زال رقيق كيكون رقيق وش تديرو ازيدو هكا حفناتا على السميد وتعاودو النفس العملية يعني ترشو على رشة خفيفة وادخلو هدك السميد غر بالعقل في هدوك الحبات تاع البركوكس حتى يكبرو معاكم هنا يا السمك الحجم عفوا ولا السمك تاع البركوكس بس انتو ما تتحكمو فيه يعني يديروه السمك اللي تحبوه انا ما نحبش البركوكس بزا فخشين وما نحبوش بزا فرقيق يكون متوسط هلا شوفو هنا يا كل ما تعاود العملية يزيد يخشن البركوكس هادك شوفو هنا يا كيف تزاد ولا زاد خشن فعلا وتعاودو جوزوه في هذا يا الرفات على الطعام يعني لازم ضروري كل ما تعاودو تدخلو فيه سميدو ترشوه بالماء لازم تديرو هاد العملية جوزوه في الرفات على الطعام وتنحو كامل هادك الفطلة هادك هادك الفطلة هادك هي اللي تخلي البركوكس يتعجن وما يجوش الحبات توعو متسويين يعني شاك فوه نحيهم كيف نحيهم اعاودو جوزوه في الغربال تاع البركوكس شفتوش حال ساهل بزا فساهل حالا شوفو قاتلكم لازم هادك لي في الجفنة يولي نفس الحجم مع هادا لي في الغربال خلت هادك الخشين ديكوتي وطح هادك الرقيق عايحة زيت خشنه شوفو حفنة عسميدة رطب وراهي هكدا يطرش هكدا من ذاك مشي بزاف وعلا هكدا يا حتى يعني يخلص كامل هادك السميد يولي ما يبانش يدخل كامل في الحبات تاع البركوكس واشاك فوه غربلوه نحيولو هادك الفتلة هادك هادك هي اللي تفسد البركوكس ويولي مع الجن وفي الآخر يجي ما يجيش على حبه يجي حبه كبيره حبه صغيره يجي شامت شوفو هاده هي قاتلكم دايما نحيوها هادا ما كان شوفو هنا تقعد تغربل وتعاود حتى تنحيلو كامل هادك الفتلة هادك هنا رو مخلط بركوكس خشين مع بركوكس رقيق دوك شوفو كيفاش تساوي البركوكس ويجيها كامل على حبه يعني راهي بروفيسيوني الله يبارك شوفو هنا يا راهي تصفي فيه تنحي في البركوكس الرقيق وتخليف هادك للحجم تاعو ولا كما راهي حبه هي هادك الرقيق هادك ليه طح في الجفنة زي قاتلي نزيد نخشنو غير شوية برك بش يولي نفس الحجم مع هادا بلها شوية ما زالوا رقيق حلا بيها حبت تزيدلو شوية شوفو كيفاش تخشنو تريقلي وهكدا يا كي ما حبيتو توجوك بسمي درقيق وشوية رشات على الماء هادا ما كان ادارتلوش الملحية قاتلينا مندلوش الملح قاتلينا فتلوها كدا يا كي ما راهو وعلا ها ولكل بركوكس راهو واجد شوفو كيفاش تجا جا على حبه جا اكتر من رائع في الاخر وش دارت حكمت شتوحفنا تعفارينا ودخلتها معاه قاتلكم هادا المرحلة هادا مهمة ما تكتروش بزاف الفارينا قاتلكم هادا المرحلة هادا مهمة بش البركوكس وعرفوا ان البركوكس تاكم ما يتحلكمش من بعد كي تطيبوه وهناي راح تعاود تغرب له بش تعاود تنحيلو كامل يعني الباقي هادا كتا الفارينا شوفوه وتنحي معاه البركوكس الرقيق هنا يتغرب فيه في الغربال الخشين بتاع البركوكس كي تعرفوا بلي ما راهوش يجوز من الغربال الخشين تاع البركوكس عرفوا بلي البركوكس تاكم ما راهو واجد وهذاك الرقيق كامل يطح قاتلكم خليواه تعودوا تفتلوا به بركوكس واحد اخر ومباشرة راح تداراتو يفور خلت المحت تغلى من بعد حطت هكدا يلكسكس وخلتو حتى فار تفويرا واحدة كي فار خرج منه هاداك الفار هاداك الملح هاي لك قلباتو فلجفنا قاتلكم ما تزيدو له حتى حاجة ما تضيفو له نيمة نيزي تخلي وهكدا وحده وبانلكم شوية هكدا يتكتل ميدوك يبرد مباشرة يتحل وحده واروح معايا دوكاتيك نطيبو البركوكس سعنا واش عندي هنا يا عندي فالتوابل عندي عكري مغرف معمرة ملحة عكري عندي شوية تابل تقدر تعودو براس لحانوت ولا تستغنوا عليه وعندي الملح ما تكتروش بزاف التوابل في البركوكس عندي مغرفة هريسة ومغرفة كبيرة ونصطة مصبرة وفي الخودر عندي احبا قرعة احبا زرودية احبا لفت عندي زو السنينة تاعتوم وعندي اه شيا كرافس احبا بصل كبيرة مرابية لازم ما تكتروا شيا البصل عندي هنا يلفول مدشش وعندي شيا حميصة وعندي حبا اه حبا طماطم مرحية كبيرة وعن نزيد هاد الفلفل هادا ايا شوفوا كيفاش خدمتو عنا هكدا ايا نديرو فلفل حار هادا الحمر ونديرو الشمس هكدا ينشف ونديرو كلي كولي وكينس حقو نخدم به وهو اللي كل بركوكس بعد ما برد شوفوا تحل وحدو دخلو فيه يديكم برك رايح يتحل شوفوا كيفاش جاء اكتر من رائح قلت لكم لي حبت نشفو نشفو لي لي ما حبتش قلت لكم هي ديرو فيه ساشي وتخبيه في الكونجيلاتر كيمالا هو يعني هاداك ليقعد معاها وكي تسحقت جبت الطيبو مباشرة انا هاد هي الكمية اللي حنسحقها تقريبا بولونس عمرت مريح البول ديالي وذو كان جب القدرة ديالي شوفوا حاجة تكون هكا كبيرة طيبو فيها البركوكس قدرت هنا حب بصل كبيرة عندي هنا انا انا نحب لقوه تعل غنمي في البركوكس عندي الديل تعل غنمي كان عندي في الكونجيلاتر وعندي هنا مرسل تعل حم غنمي فيه الشحم يجي اكتر من رائع وزدرت له من بعد شوية جاج نسيت هنا انا كنت وجدتوا الجاج وما حطيتوش هنا تقدروا ما تديرو له حتى حاجة تقدروا ديروه وحده غرب الخضراء يعني كل واحد يدير كما يحب انا نعطيكم العباز وانتو ما ديرو كما حبيتو بعد ما تقلالي البصل هادك كامل ودبال درت له هادك الطماطي من المفبرة خليتها تقلت نحت لها القروسية برك وجيت زدت عليها الخضراء هادك كان اللي يديرو بالقضيد اللي هو الخليع كل واحد باش يديرو يعني كل واحد يدير كما يحب ودرت كامل هادك الخضراء هادك طماطيش درت الحميص على الفول مدشش يعني اهم حاجة في البركوكس بش يجيكم بنين عندكم زوج حوايج عندكم الفول مدشش وعندكم الكرافس الخضراء ديرو وش حبيتو ديرو الخضراء تعصي فتاشتها الخضراء انتم مأحرار تحبوا لي زيدوا البطاطا كل واحد يدير كما يحب وشنو البناتاعه كامل في الفول مدشش و الكرافس درت هادك التوابي اللي قتلكم عليهم هنا يا نقصت النار وغطيت عليها وخليتها تقلت هديك الخضراء هديك تلقت لي لمدشها بدلت برك هنيا درت فكوكوتا كبيرة باش طب ليه آلز ويلازر بني الوقت نغلق عليه ومرقت هاكده يا مليح ضربها واحدة انا مرقت ضربها واحدة هاكده بش منزيد لوشون بعد لما عمرت مليح الكوكوتا ديالي هنا يا درت الكرافس وزدرت الجاج انسيت ما وريدكم شبر قدرت هاوليك شوية برك الجاج ما كترتش يجي بنين تاني بزاف بالجاج وخليته وغلقت عليه حتى طاب الجاج كي طاب الجاج نحيتو بس كل بركوكس هادك ما يطولش في الطياب عشر دقايق طفيو عليه يعني لا حبيتو طيبوهم لي 15 دقيقة ما تزيلولوش لو كانت خليوا هاي الطيب بزاف قتلكم رايح يتعجن وما تنسوش باللي راهو بركوكس جديد فعلا اهنا يا خليتها كي قريب تغلي رميت هادك البركوكس هادك نحرك هاكده يا غير شوية وغطيتوه خليتوه طيب عشر دقايق وطلكم 15 دقيقة ما تزيلولوش ومن ذاك من ذاك حركوه والبركوكس هادك اللي قاعد ديتو في صاشي هاكده وخبيتوه في الكونجيلاتور كينس حقوه نجبدوه نطيب بيه مباشرة وانا روح نقدم لكم اللي بركوكس تاعيه بعد ما عطاب انا ما نحبوش بزاف ناشف وما نحبوش بزاف فيه المرقة يعني درتوه متوسط هاكده يا ولو كان هنا غير طفيت عليه سربيته مباشرة يعني لو كان خليته شوية كان رايح يزيد يشرب لي كامل هاديك المرقة هاديك ويتجمر مليح بالصح هنا يراه مجمر يعني انا نحبوه بهاكده يحبوه يعني ناشف كتر من هاكده يغلق عليه ويخليه يطفي عليه كيطب وخليه وهدك واحده يشرب كامل هاديك العصص وشبحتو هاكده يا بالفلفل والجاج هاداك اللي كنت طيبته مقابل قلتلكم انسيتو من بعد ضفته جاء اكتر من رائع درتلو شي فلفل مرقد هاكده يا من الفوق كيما تعرفو البركوكس اكلها شتوية ناكلوها في البرد كيما هادلية متدو متاع البرد وشتا جاء اكتر من رائع جاء بزا فبنين وجارتي قاتلكم الوصفة هدية عمانها الله يرحمها نوتها صدقة جرية عليها والجفون والغلابل تعجوستها كيف كيف مرحومة الله يرحمها قاتلكم ادعي ولهم بالرحمة ونوتها صدقة عليهم في زوج نتمنى تجربو الوصفة وتنجحو فيها وتخلو لي تطبيقاتكم ونقلكم تبقوا على خير ونطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة